لم يثنها خريف العمر الذي أثقل خطواتها ولا وعيد بكين عن تنفيذ قرارها نانسي بيلو سي في تايوان غير أبهة بالتهديدات الصينية زيارة هي الأولى من نوعها لأرفع مسؤولة أمريكية منذ 25 عاما استنفرت حالة طوارئ سيثنائية كان في استقبالها وزير خارجية تايوان وجمع من المواطنين تدفقوا على شوارع طيباي في جناح الليل من مقر إقامتها بإحدى فناديق العاصمة غردت بيلو سي بنبرة أكثر تحديا لتهديدات بيكين معتبرة زيارتها تكريسا لالتزام الولايات المتحدة الثابت بدعم الديمقراطية النابضة في تايوان زيارة شنيعة تصف الصين زيارة بيلو سي وتسارع لاستدعاء السفير الأمريكي لديها وتمضي محذرة واشنطن من عواقب خطرة إن الجانب الأمريكي سيتحمل بالتأكيد المسؤولية وسيدفع ثمن الضرر الذي لحق بسيادة الصين ومصالحها الأمنية يشتد الغضب الصيني وتعلن وزارة دفاعها البدء في عمليات عسكرية مشتركة حول تايوان تحرك عسكري يتضمن إطلاق نيران مدفعية بعيدة المدى في مضيق الجزيرة وتجارب صاروخية تقليدية في المناطق البحرية شرق تايوان خيار تصعيد العسكري الصيني قابلته واشنطن بنبرة أقل هدوءا زيارة بيلوسي لا تشكل انتهاكا لسيادة بكين يقول المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي ولا ينبغي أن تتحول إلى أي نوع من الأزمات أو الصراع مع الصين لا مبرر لبكين لتحويل هذه الزيارة التي تتفق مع سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد إلى نوع من الأزمات أو استخدامها كذريعة لزيادة العدوانية والنشاط العسكري في مضيق تايوان أو حوله على قاعدة عدو صديقي عدوي دخلت موسكو على خط الأزمة معلنة دعمها لحليفها الصيني موقفنا المبدأي من قضية تايوان لم يتغير ننطلق من فرضية أنه لا توجد سوى صين واحدة حكومة جمهورية السين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ منها الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان أججت فتيلة أزمة متقدة بين واشنطن وبكين لن تخمدها مغادرة بيروسي للجزيرة وحتما سيكون لها ما بعدها في مستقبل التوتر الأمريكي الصيني المتصاعد ترجمة نانسي قنقر شكرا